من البداية من البداية أنت ليس في مصر حياة حزبية تفرز تفرز شخص يكون مؤهل أنه يقف أمام الرئيس أياً ما كان اسمه إحنا لا بدنا نتحدث في شخص معين إحنا بنقول أنت النهاردة هاتلي أربع سنوات الماضية في حزب طلع على الساحة قدم برامج تواجد في الشارع حل مشكلات كل المشكلات أصبحت في مصر اللي بيحلها في النهاية القوات المسلحة العظيمة مشكلة الفراخ بتحلها القوات المسلحة مشكلة اللحوم بتحلها القوات المسلحة الطرق بتشتغل فيها قوات المسلحة وكأن مصر عقمت من الجهات الأخرى لا بسخدانك حتى المشراء الكبرى بتشتغل فيها القهومة والقطاع الخاص أيضاً قوات المسلحة لسرعة الإنجاز والانضباط الشديد أنا عندي في الدستور مادة واحدة بتحدد اختصاصات القوات المسلحة هنتجاوز الموضوع مش نتاقد شواند بتكلم عن إخلاء الساحة السياسية نبدل مع الموضوع إيه إيه طب أنت لو عندك أحزاب وقوة السياسية عندها أسماء يمكن أن تضخ بها وتملأ الساحة السياسية حيوية لو حتى السلطة راغبة في أنها تخلي الساحة هتلاقي في معوقات فإن ما هو مناخ أنا لو جبت بزرق لو جبت أوباما اللي كان بيحكم العالم أو أي أو ماكرون حطيته في مناخ غير ملائم مع أجهزة تسلطية كل دورها إنها اللي يقعد على الكرسي هيبقى هو مفيش غيره ماذا لو حاكم مصر الصب لأي سبب ما لم يكن متواجه أجهزة تسلطية أيوة يا فندم إحنا ما زلنا بنعيش بنعيش في حالة طوارئ وبنعيش في ظل قمع حريات وبنعيش في ظل حالة أيوة يا فندم أنا ما أقدرش النهاردة أطلع عبر عن رأيي في الشارع بأي شك طيب أستاذ رجب بسرعة يعني بسرعة قبل الفاصل ده كلام كله محترام الشديد لحضرتك نحن نعيش المناخ اللي فيه قمع اللي فيه كذا أجهزة تسلطية خلاص أيوة خلاص فيما أنه لو شايف مصر أعظم الديمقراطية طيب خلاص وأنا أكمل وجهة نظر أنا مقولش كده بالظبط مقولش كده بالظبط كلام كله متراقد مع بعضنا لا حياة حزبية تفرز شخصية قادرة على مواجهات الرئيس هذا كلام خاطئ مصر ما ليه حسن ديلك بس تستنى بقى ما أنا بقاسها الحضرتك أنا أجب أسمعك فاضري فن أجب أسمع حضرتك فتسمعني برضو مش عايز هزي أنا ما دونت عليك ملاحظة فاضري مصر حبلة بكل الكفاءات عندما كانت هناك انتخابات في 2012 و2014 كان هناك مرشحون كثيرون الآن كان هناك مرشح هنا موجود الآن مرشح محترم اسم الأستاذ خالد علي كان فيه مرشح أيضا محتمل الأستاذ محمد أنور السادات فيه شخصيات كثيرة جدا كن الناس دي أحجمت لأسباب تعود إليهم أو لأنهم استشعروا بأن المناخ لا يؤهل بإقامة انتخابات سليمة أو أنهم ارتقوا أنهم يتوقفوا هذه المرحلة لأن الرئيس لم يكمل إلا ثلاث سنوات ونصف العاء السنة وهناك مشروعات مفتوحة والدولة المصرية تحتاج إلى مزيد من الاستقرار في ظل تدخلات إقليمية وفي ظل شراء مواني كاملة على حدودنا الجنوبية وفي ظل اختراق لبوابتنا الغربية وفي ظل صراع دولي في البحر الأحمر وباب المندب وفي ظل استهداف كامل لما تبقى من المنطقة العربية يرى هؤلاء المرشحون أنهم يحجمون هذه المدة أو هذه الفترة حتى يحقى الرئيس خاصة وأن الدستور قد حدد أنه لا يمكن لرئيس إلا دورتين والدورة مدة وأربع سنوات ربما يكون فقر بفترض مع عضرتك ذلك لكن لما تيجي تقولي أجهزة كلنا ضد القهر ضد اللي نريده أنه أنه كين دولة المؤسسات دولة الدستور دولة القانون لكن عشان أنا متداي من كل شيء تقولي أجهزة تسلطية الأجهزة دورها حماية وحماية حضرتك وحماية مؤسسات المجتمع وكلام لأن إحنا لو رجعنا إلى الوراء عندما غابت الشرطة كدنا كاد يسبحوا بعضنا بعضا سيارات تسرق نساء كدنا أن يغتصبوا لجان تفتيش شعبية ما أنا أسألك بس لازم أطلع حاصل إجباري رد على قمع بك طيب في ثانية بصورة ثانية هرد على قمع حضرتك بطول قمع حريات طبعا إحنا نرفض على ذلك كلام طب ما باب النائب العام مفتوح يا باشا مش مفتوح باب النائب العام ما باب النائب العام المفتوح لكل المواطنين أجناء فقراء كل حضرتك ما بتعرفش تكسير من عند حضرتك ده مسألة شخصية مسألة ترجع لك ما بابكون عليك أنت تعفوزات عند النائب العام ده لفترات جدلي ما نعرفش نوصل له إحنا كنا طيب خلينا مش ده أضيتنا يا جماعة من أجلس معهم لكل حضرتك حضرتك مش ده أضيتنا مش شخص هكمل حالك هكلم على أقام الحريات في عشر ثواني زي كما تخليها بعد الفاصل لا يا فاند وهخليها بعد الفاصل دولة كتلى دولة أيام الانفلاد زي ما قال والرئيس قال كان فيه يعني يومين وخلاص كان ده المستهدف بس كده حضرتك لنا الشارع خوضة الخلاقة لسينا استنى أستاذ حبيل أنا بسكر لا أنا فكر كل حاجة دي أواحدة دي أواحدة عندك أرض بتاعتك عندك علم مصري عندك سلطات سلاسة قضائية تشريعية تنفيذية عندك جيش قوي شرطة قوية وكل ده تقولي خامة حريات أزا كان انت مروح معايا أزا كان سيادتك بكرة راح الجاوزات تطلع شهادة التحركات تمام دي مش حرية أما ليه يعني إيه خامة حريات دي أواحدة لا أنا مش باتحك أنا بتكلم كلام جد أنا على هوى ومع أعنف مزيع طيب وأفهم دي أواحدة مش مجامل حضرة الخليحية تقصد إيه بجامة حريات أما رئيس دولة بيوعد مع الشباب بيوعد مع الفقر مع ليش اسأل روح شباب منطقة عشان يوعد معه منطقة مين لكن خلي رئيس الدولة ينزل يوعد مع شباب في أي مين 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 منطقة مستحيل كل الوجوه عشان الأصوات بسمك من أجهزة طيب المحامين رجال على مسؤوليتي أنا لن يستطيع أحد أن يجلس مع الرئيس إلا إذا كان مرشح من أجهزة أتحفظ على كلامك لا ده كلام أتحفظ على كلامك أتحفظ على كلامك رئيس الدولة استنى أستاذوان رئيس الدولة بيمشي في الشارع طيب خلينا بس في موضوعنا فيه موضوعنا عمر حفيفي إخواني لمتخابر وباسوس نظام الشرطة سأب الشرطة ليه إنما تقول رئيس الدولة ما بيقبلش حاج ليه بعمل إتيه خلينا يا جماعة أطلع فاصل وبعد الفاصل نكمل معاكم إذا كان فيه إخلاق للساحة كما يقول البعض يعني من المسؤول عن حالة العكم يعني أين الأحزاب والقوى السياسية فقط هل هي تحمل السلطة وهل أيضا ليست السلطة مسؤولة عن حيوية الحياة السياسية